الرئيس الجديد لمجموعة بنكيا المصرفية الإسبانية جوزي إنياسيو غويري غولزاري يدفع عن سبقه ويطالب الحكومة بمساعدة مالية تقدر بـ 19 مليار يورو من أجل تطهير بنكيا رابع مؤسسة مصرفية في البلاد التي يعيد بأنها ستصبح صلبة بعد الإنقاذ المالي نحن نعتبر أن هذه المجموعة المصرفية لن تكون بحاجة إلى رؤوس أموال إضافية ومن الآن فصعدا ستكون كيانا ماليا صلبا وإذا أخذنا في الحسبان ودائع الزبائن يمكننا أن نكون متفائلين وواثقين من أنفسنا لأنني لو لم أكن كذلك لما وجدتموني في هذه القاعة أن نكون واثقين من قدرتنا على تطوير مؤسسة مالية قادر على الوفاء بانتزامتها فعال وقادر على تحقيق الأربع أمام الاتهامات التي وجهت لسابقه على رأس مجموعة بونكيا رودريغ وراتو حذر جوزي إنياسيو غويري جولزاري من الأحكام الجوزافية ودعا إلى توخي الحذر مشددا على أن راتو كان يواجه أزمة شديدة التعفيد